صباح الخير صباح السعادة والتفاؤل والطاقة الإيجابية صباح الرضا والقناعة وكل حاجة حلوة في الحياة بمسي على كل مشاهدي برنامج حياتنا الكرام وحشتوني جدا من آخر حلقة أنا عارفة طبعا أن موضوع الساعة هو موضوع الكورونا والفيروس بس الحقيقة زي ما كتبت كده في الفوست بتاعي على الفيسبوك ما تخلوش الكورونا تنسيكوا النهاردة يوم مهم جدا النهاردة يوم الاحتفال بيوم المرأة المصرية والحقيقة ما حدش ينكر في مجتمعنا ولا في العالم كله دور المرأة وبالذات المرأة المصرية أنا إنسانة طبيبة مصرية متحيزة جدا لكل ستات المصريين بحبهم جدا بدعمهم جدا فقلت الحقيقة في وسط الهيسة اللي احنا فيها والشعور ببعض الخوف والقلق والتوتر اللي موجود في المجتمع ما ننساش الاحتفال بيوم المرأة المصرية فلو إنتوا نسيتوا لأ أنا حفكركم طيب الستات الحقيقة يعني أنا جاية النهاردة أحيي كل الستات المصريين الحلوين اللي أنا عرفتهم في حياتي وعلى رأسهم أمي وجدتي اللي هم ليهم دايما بتكلم عليهم ليهم دايما أكبر فضل في ما أصبحت عليه بشكر أمي الله يرحمها وبشكر جدتي دوما ودائما طول ما حياته طول ما هي حية ربنا يا ربي يديها الصحة لأن هي اللي كان لها فضل كبير جدا كما أصبحت عليه بشكر مين كمان بشكر الحقيقة كل ستات عيلتي وبنات عيلتي الجمال المتعلمات المحترمات بشكر صحابي وصديقاتي والحقيقة أنا باعتباري أن أنا أستاذة جامعية في الأسر العيني اللي بفخر دايما بالانتماء للأسر العيني أنا بحيي كل أسازتي وصحابي في جامعة القاهرة والحقيقة أنا محظوظة جدا بأصدقائي وصديقاتي من الستات مش بس الحقيقة في الأسر العيني لا ده على مستوى الجامعة من جميع التخصصات فأنا بحيي كل الستات صديقاتي الحلوين الجدعان الأسرة اللي موجودين على صفحتي واللي مش موجودين من جامعة القاهرة ومن كل الجامعات المصرية كمان عايزة أحيي كل ست معرفهاش يمكن بتشوفني عن طريق التلفزيون أو بتقرأ كتاباتي أو متابعيني على صفحتي على الفيسبوك اللي حتنزل كمان شوية على التريلر عندكم في البرنامج إنه بشكرها ستات اللي شايلة هم وصبر وقوية والحقيقة ما بتستسلمش بسهولة بشكر الستات اللي عندها أي نوع من أنواع المرض سواء كان السرطان أو غيره أو أمراض مناعية على تحملها الستات يا جماعة المصريين عندنا مش زي ستات برة ستات فافي كده بيشتكوا من أي حاجة ستاتنا عندهم قوة وجلد وصبر والحقيقة أنا بشكرهم على تحملهم لعناء المرض وأنهم دايماً متمسكين بحياتهم ومتمسكين بأولادهم ومتمسكين ببيتهم وعايزين يعيشوا مش علشان ليهم هم بقدر ما هم عايشين علشان أولادهم فأنا بشكر كل الستات التعبانة واللي بتعاني من أي مرض بقول لها ازبوري تجلدي خليكي قوية عشان تتقلبي عن مرض علشان تنفعي عيلتك وعلشان ترجعي لأولادك أنت أقوى من أي مرض طيب الحقيقة الصورة بقى أولنا حشكره بعد كده هو سيد الرئيس عبد الفتاح السيتي وياريت يكون معانا الصورة بتاعة السيد الرئيس اللي بيبوس فيها رأس الأم المصرية الحقيقة النهاردة أنا حشكره بصفتي حكتين وحنشده بصفتي برضو حاجة واحدة أول حاجة بشكره بشكره الحقيقة باسم جميع أمهات مصر على القرار اللي خدوا بتعليق الدراسة علشان احنا كنا خايفين على أولادنا من التجمعات في المدارس فالحقيقة أنا بشكره ونشدته كتير جدا على الفيسبوك والحقيقة الرئيس بيستمع فأنا بشكره باسم جميع أمهات مصر أنه هو استجاب لألقنا وتوترنا وعلق الدراسة كمان بشكره الحقيقة بصفتي ست مصرية وزوجة مصرية أطلق عليها الرئيس في الاحتفال بيوم المرأة العالمي اللي كان يوم 8 مارس لقب عظيمات مصر عظيمات مصر الحقيقة هل إحنا نستحق لقب عظيمات مصر؟ متهيألي طالما الرئيس قال وصرح إن إحنا عظيمات مصر فإحنا نستحق إن إحنا نكون عظيمات مصر ليه إحنا عظيمات مصر؟ لأن هو قال الجملة دي علشان يصور قصة كفاح المرأة المصرية والفلاحة المصرية والصعيدية والبنات والسيدات في جميع المجتمع هو قالها علشان يوصف قوة المرأة وصبرها وجلدها ولأنها الحقيقة دايماً بقولها هي مش بس نص المجتمع لا هي نص المجتمع وهي اللي بتربي النص التاني فبشكر سيد الرئيس على إن هو الآل علينا عظيمات مصر ونستحق إن إحنا عظيمات مصر ليه بس منشدة سريعة في أول البرنامج قبل ما اتطرق بقى إلى المبادرة إن أنا بناشد سيد الرئيس إنه باعتباري طبيبة في ظل الظروف اللي إحنا فيها إنه يزود بدل العدوى للأطباء اللي هو 19 جنيه وده اللي أنا قلته قبل كده لأنه الحقيقة الأطباء هم حائط الصد لأي مرض بيواجه المجتمع هم اللي بيدفعوا عن المجتمع فإحنا كلنا طمع في سيد الرئيس إنه يزود بنونجده بتكلم بإسم مئات الألاف من الأطباء إن إحنا يريد يزود لنا بدل العدوى اللي هو 19 جنيه وخاصة في ظل الظروف اللي إحنا موجودين فيها وأنا طمعانا فيه ومتأكد أنه حيستمع إلى ندائي طيب نرجع بقى للاحتفال النهاردة اليوم الجميل بيوم المرأة المصرية اللي تستحق الحقيقة كل دعم وكل حاجة حلوة في المجتمع تستحقها تستحق كلمة تأدير يعني نهاردة يا جماعة يعني كل راجل كده وكل زوج وكل أخي يقول لبنته أو مراته أو يعني أخته كلمة حلوة قطر خيرك مرسي جدا على تعبك معانا يعني أنت والله يا عاملة دور كبير وإحنا مش عارفين نوفي حقك إزاي أنا عارفة طبعا إن الشهر ده شهر أعبقه كتيرة لأن كبان عيد الأم يوم 21 مارس أنا عارفة يعني أنا عارفة إنه الهدايا كتيرة قوي للأم المصرية وأنا متأكدة إن إحنا العيد بتاعنا ده كل الناس وكل الأزواج وكل الشباب بيحب ويحتفلوا أمهاتهم لكن النهاردة بالذات في يوم المرأة المصرية عايزة كل ابن أو ابن أو زوج أو أخ يقول لأخته كلمة واحدة بس كتر خيرك إحنا مقدرينك إحنا عارفين أنت تتعبي قد إيه والله كلمة دي لو تعرفوا تأثير السحر بتاعها على الستات مش عايزة أقول لكم بتبقى عايزة تعمل زي ما يقولوها كده بالبلد توقض صابحة لعشرة شمعة هي نفسها إنها تسعد اللي حواليها بس بكلمة واحدة اسعدها النهاردة وسعيدها في عيد الأم وسعيدها في كل وقت لأن المرأة المصرية تستحق طيب المبادرة بقى لو مخرجنا الجميع سيد محمد ينزلنا صورة المبادرة اللي أنا عاملاها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية وهو الحقيقة أنا متعودة إن كل شهر مارس أنا بنزل مبادرة جديدة ليوم المرأة المصرية المبادرة اسمها إيه؟ اسمها اتعلمي وتكلمي المبادرة دي يا جماعة لكل السيدات وكل بنات وشابات مصر اتعلمي وتكلمي طيب السؤال دكتورة أماني هتعلم إيه وحتكلم عن إيه؟ أول حاجة من فضلك اتعلمي اتعلمي حتى القرية والكتابة طبعا بشجع التعليم الأساسي والإعدادي والسنوي والجامعي ويا ريت ماجستير ودراسات عليا على فكرة كل ما علمت المرأة كل ما أفدت المجتمع لأنها هي اللي بتربي الأجيال لكن أنا بقول يمكن بادتنا وامهاتنا اللي في أقاصي الصعيد أو في بعض العشوائيات أو في بعض القرى البعيدة طب ليش التعليم الأساسي أو الجامعي أو الدكتورة والماجستير دي حاجات محتاجة فلوس وتكلفة كتيرة على الأقل تعلمي الإراءة والكتابة علشان محدش يتحك عليكي علشان محدش يمضيكي على حاجة أنت مش عارفة إيه هي اضمني يا جماعة وإحنا في الظروف اللي إحنا فيها دي شفنا أهمية التعليم التعليم هو اللي بيدي للدول ثقل وهي اللي بيدي للدول أهمية فأرجوك لكل ست وكل بنت اتعلمي على الأقل الإراءة والكتابة أتعلم إيه كمان يا دكتورة أماني؟ أتعلم أي شغلانة تجيب شغلانة حلال تجيب فلوس أي شغلانة حلال ممكن تكون مربية ممكن تكون بتساعد في أعمال المنزل ممكن تكون دادة في حضانة ممكن تكون طبعا إلى جانب كل بقى الحرف التانية مهندسة طبيبة محامية دكتورة مصورة مخرجة إحنا محتاجين الستات في جميع المجالات فتعلمي أي شغلانة تجيبي بيها فلوس حلال تقدري بيها أن أنت الأول تأمني مستقبلك وبعدين ترفعي من مستوى عيلتك فأرجوكي إحنا في وقت الدنيا فيها صعبة واقتصاد البلاد فيها صعب فأنت هتسندي عيلتك وحتسندي ولادك بتعليمك أولا وأن أنت بتشتغلي حاجة تجيبي بيها فلوس حلال بأكد دايما شغلانة حلال تقدري تجيبي بيها فلوس أتعلم إيه كمان ودي دايما أقولها في كل المبادرات وبأكد عليها اتعلمي تحبي نفسك اتعلمي تدلعي نفسك إيه دا يا دكتور يعني حضرتك بتبلغي قوي أدلع أنا عندي وقت دا الولاد واغدين كل وقتي وجوزي واخد كل وقتي والتربية والكورونا والاقتصاد والفلوس طيب أنا مش عايزة مني غير نفسه ساعة كل يوم اتعلمي فيها تحبي نفسك تدلعي نفسك يعني إيه مارسي رياضة ولعي التلفزيون ولعي موسيقى كده ومرسي رياضة في البيت وانت قاعدة طيب اعملي أكلة انت بتحبيها لنفسك اقري كتاب زودي معلوماتك اقري قصة اتفرجي على فيلم حلو فيلم رومانسي فيلم مضحك نفسه ساعة لنفسك كل يوم ده بيجتد طقتك وبيخليكي ان انت تقدر تكملي بقية اليوم مين فينا ما بيتعبش ايش معنى الستات اللي احنا بنيجي عليهم ونقول اصلا الراجل تعبان ما تكلميهوش دلوقتي اصلا اختاري الوقت اللي انت هتكلميه في الراجل تابو الست مش محتاجة برضو نوص ساعة في اليوم تقعد لوحدها تعمل كده ده ما بيقولوها تتأمل يا ستي عودي في قطك وبصي للسقف عودي في هدوء شوية ولعي موسيقى جنبك حاولي نص ساعة دي تجددي فيها طقتك يبقى اول جزء من المبادرة هي اتعلمي اتعلمي القرية والكتابة على اقل اتعلمي شغلانة حلال تجيبي بيها فلوس تأمني بيها مستقبلك وتعلمي كمان حاجة مهمة قوي تحبي نفسك وتضلعي نفسك ولو لنص ساعة كل يوم مش اكتر طيب النص التاني من المبادرة هي اتكلمي هتكلم عن ايه طبعا كلكم عارفين ان انا استشاري العنف الأسري بالقصر العيني ودايما بتكلم على التوعية بقضايا العنف الأسري فلو سمحتي تكلمي على اي نوع يمارس عليك من انواع العنف وبالاخص العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي يا جماعة الستات بتكون مضغوطة مجبوطة يعني دايما بيرقول في ابحثنا الحقيقة ان الستات مبترضاش تبلغ عن العنف اللي مورس ضدها ليه؟ اولا لانها بتحس بوصمة عار ودايما هي اللي حاسة ان هي اللي مجني عليها هي قصدي الجانية مش اللي مجني عليها فبتحس دايما انه الناس حتلومها ما هو انت اللي قلت كده ما هو انت اللي حتى ميكياج اوفر ما هو انت اللي لابسة كده وإيه اللي نزلك هناك وإيه اللي ودك هناك كمية الكومنتات او التعليقات السخيفة اللي تسمحها من بعض افراد المجتمع بتخليها تفكر الف مرة قبل ما تبلغ بس الحقيقة ازدياد وطيرة العنف الاسري في فترة اخيرة خلتنا ان احنا لا اصبح ان احنا ضرورة ان احنا تبلغ على جميع انواع العنف لو مورس ضدنا وبقول تاني بالاخص العنف الجسدي او العنف النفسي او العنف الجنسي زي حالات الاختصاب اتكلم على ايه كمان؟ اتكلمي عن حالتك النفسية دايما تلاحظوا دايما بقولها وبقولها لطلبة بتوعي في المحاضرات ان كل ستات بتشتكي صح؟ دايما تقول انا ضهري وجعني انا رجلي وجعاني انا عندي صداع نصفي انا عندي صداع ساعات كتيرة جدا لما بنعمل يعني تحاليل بنلاقي النساتة دي كويسة جدا عضويا لكن هي نفسيا الحقيقة تعبانة فانا برجع اقول انه لا اتكلمي عن حالتك النفسية لو مكتئبة اقول انها مكتئبة اقول لي يا دكتورة محدش بيسمعني قولي لجوزك قولي لولادك قولي لصحبتك قولي لجارتك قولي لمنتك قولي الباباكي اتكلمي علشان على فكرة يا جماعة والله الفطفضة دي نص العلاج تخيل اللي يقولك ايه النصفت دي محتاجة بس من الراجل انه يسمحها على فكرة مش مهمة خالص يجد لها الحل يعني هي بتحب تقوله النهاردة حصل سوى الولاد عمله هي مش عايزة منه على فكرة حل المشاكلها هي بتعرف ما شاء الله ستاتنا يعني بيعرفوا ان هم يحلوا مشاكلهم بنفسهم ولكن هي عايزة منه بس يسمحها ادي لها فرصة نص ساعة في البيت ترغي كده معاك وتقولك على اللي حصل النهاردة وحنعمل ايه بكرة لمجرد الفطفضة تقولك انا زعلنا منك في الحاجة الفلانية انت نسيت عيد ملادي انت مجدت ليش هدايا في عيد الام انت نسيت تعيد جوازنا تبقى تفطفض لان الفطفضة دي طبعا بتبقى نص العلاج فيبقى تكلمي عن حالتك نفسية اتكلمي عن تصرفات اللي حواليك اللي بتدايقك اتكلمي عن التعليقات السخيفة اللي بتسمعيها في المجتمع اتكلمي زي ما قلنا اتكلم مع مين اتكلم مع صاحبتي اتكلم مع والدتي مع بابايا مع صحابي المهم ان انا فطفض وطلع اللي جوايا لان الكابت ده يا جماعة والاكتئاب ودايما نقول الاكتئاب ده الحقيقة مرض زي بقية الامراض ودايما نقول الرجالة والمجتمع كله يا محدش يهمل في حالتك تقابل واحدة ست يعني ما تقولش دي اصلها متدلعة لا اصلها مش بتكفح زي لا هي بتكفح زيك واكتر منك وساعات بتكفح بره وبتكفح جوه فيبقى عليها ضغوط من بيتها ومن جوزها ومن اولادها ومن شغلها فعليها كم ضغوطات رهيبة فارجوكي بقولها اتكلمي عن حالتك النفسية لو مبسوطة اقولي انا مبسوطة قوي النهاردة الحمد لله يا رب لو زعلانة انا زعلانة على فكرة علشان حد دايقني في الشغل او حد دايقني في الشارع او حد قال لي كلمة ما بسطتنيش المهم ان انت تتكلمي تالت حاجة لو عندك بقى مشكلة معينة الحقيقة قوية شوية لا اتكلمي عن المتخصصين مين هم المتخصصين اطباء الطب النفسي الاستشاريين الزوجيين استشاريين العلاقات الزوجية الاستشاري العنف الأسري زي ما بيجيلي كتير جدا الحقيقة قضايا على صفحيتي وبحاول احلها مع المتابعين لصفحيتي ديت فاتكلمي مع المتخصصين علشان تعرفي تلاقي حل ساعات يا جماعة الواحد بيكون في أزمة جمدة جدا كل بيبقى كل هدفه انه لايه حد يسمعه ويساعده فحيحصل ايه لو انت اللي حواليكي ماساعده كيش لو انت اللي حواليكي ماساعده كيش يبقى على القل عندك حد تروحيله تشتكي همك وتوصفي ليه حالتك النفسية وتغذي رأيه المهم ان حد يساعدك يبقى المبادرة بتاعة الشهر ده هي اسمها اتعلمي وتكلمي اتعلمي تلت حاجات زي ما قلنا هقولها التانية لانها مهمة قوي واتمنى كل البنات ان شاء الله بإذن الله هي موجودة على صفحتي النهاردة واتمنى انها تتشير جامد جدا على مواقع التواصل الاجتماعي هو ده بقى الدور الايجابي اللي احنا عايزينه مواقع التواصل الاجتماعي ان هو يفيدنا ودينا معلومات او ينشر المبادرات الكويسة فانا بقول اتعلمي تلت حاجات اتعلمي قراءة والكتابة اتعلمي شغلانة حلالة جبي بيها فلوس وتعلمي تدلعي نفسك اتكلمي عن تلت حاجات برضو تلاتة و تلاتة اتكلمي عن اي عنف يمارس ضدك وخاصة العنف الجسدي او الجنسي او النفسي اتكلمي عن حالتك النفسية وعن التصرفات اللي بتضيقك سواء كان في البيت او في الشارع اتكلمي كمان مع المتخصصين عشان تلاقي حد يساعدك بدأنا بقى الاتصالات الهاتفية وحشتوني انا مساء المؤادة تفضلوا اهلا ايوة اهلا وساء المؤادة انا حبيت تفضلي يا مؤادة الاول يا مؤادة كل سنة وانت طيبة وانت طيبة طيب انت عارف انا بقولي الكورسان طيبة على ايه انا عيد الام والا عارف لا النهاردة مش عيد الام النهاردة عيد الاحتفال بيوم المرأة المصرية وبيبقى انتت مصرية واكيد جدعة وقصيلة فانا بقولي الكورسانة وانت طيبة الو وانت طيبة يا جسد الحمي طيب تحبي تقولي ايه بقى في مرأة مصرية ايه اللي بيبسطك يا مؤادة عايزة ايه النهاردة تحبي تقولي ايه النهاردة اللي الصالة تقطع من فضلك عاوزي تتصل بينا مرة تانية يا مؤادم عايزة أسمع صوتك طيب الحقيقة بعد كده دي المبادرة ودي كانت حاجة مهمة قوي عايزة أتكلم عليها دلوقتي بقى عايزين نتكلم على قيمة المرأة في الإسلام قيمة المرأة في الإسلام يعني مش بس الحقيقة القانون والدستور نصفنا كمان الإسلام من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نصفنا جدا أنا بشوف الحقيقة أنه أغلى وأحلى عبارة حب اتقالت غير بقى بحبك وبموت فيكي وانت أجمل واحدة والكلام ده كله وانت هتبقي يعني أغلى حاجة في حياتي وحسعي لك طول عمري الرسول عليه الصلاة والسلام لخصها في جملة في منتهى الجمال لا تؤذوني في عائشة كلنا عارفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب سيد عائشة جدا جدا وقال عنها لا تؤذوني في عائشة يعني اللي عايز يأذي الرسول أو ما إيضاش الرسول يبعد عن إذاء عائشة قد كده الراجل بيكرم مراته قد كده بيقول لهم أنه اللي حايزة علىها عايزة علي كم راجل عندنا مصري تعالوا كده نتكلم يعني بيني وبينكو كده بالبلد دي كده كم راجل مصري بيعلي قيمة مراته يعني أهلو أمو حسام أهلو أمو حسام أهلو أمو حسام تفضلي حضرتك بيتكلم عن عنف في ضد المرأة أيوة لو العنف في الجسد يش بيضيع آه بس العنف النفس بيبضل جاعد أشكرك يا أمو حسام والله أنت قلت جملة أنا بقولها دايما في كل حتة أنه العنف يا أمو حسام بتقول إيه بتقول أن العنف الجسد دي فعلا هو عبارة عن جرح وبيضيع مع الأيام لكن العنف النفس يا عبارة وبيضيع هل أنت يا أمو حسام تعرضت لأي نوع من أنواع العنف؟ عنف ده من كل الأشخاص يعني لو تديني كده قصة أو يعني إيه اللي حصل لك بس بطريقة مبسطة يعني لا هو إيه اللي حصل لك ده حصل كتير بس هو دلوقتي أنا بتكلم عن عنف النفسي مع الرجل ومراته ماشي إزاي يعني تبقى الوحلة بتتكلم مع جوزها بعادي وانتها ثقة بأن ما فيش أي مشاكل وتلجفش بيتلكك لها على كلمة أحساس صعب على حد أحساس صعب أن جوزك ما يقدركيش يتلكك لك على المشاكل صح كده؟ أعم طيب معانا تصال تاني رامي فصل طيب إفضال يا أمو حسام طيب تحبي نهارده في يوم المرأة المصرية تحبي تقولي إيه أو عايز تسمعي إيه من جوزك أو من ولادك تحبي أكتر جملة عايز تسمعيها إيه من ولادك أو من جوزك أمتي أسمع كلمة أنا آسف شوفوا يعني شكرا يا أمو حسام شكرا يا حبيبتي بشكرك على اتصالك بصوا يا جماعة يعني السلطة المصرية دي حفظة لقول سلطة أصيلة وجميلة وعايزة تعيش وهي كل أملها في الحياة إن جوزها يقول لها أنا آسف أنا طبعا معرفش جوز أمو حسام ولكن أنا بقول له يا أبو حسام يا ريتو النهاردة أو في عيد الأم تقول لمراتك أنا آسف وتجيب لها أي هدية بسيطة تعتذر بيها إن شاء الله يعني مش هقول لك ورد الورد ده يعني خلاص قدم إن شاء الله تجيب لها طرحة لو هي محجبة إن شاء الله تجيب لها شنطة تجيب لها لبس تجيب لها أي حاجة وتقول لها بي أنا آسف مش حاجة والله صعبة يا جماعة ستة المصرية بتتردى بأقل حاجة طيب نرجع تاني لقيمة المرأة في الإسلام زي ما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام أحلى عبارة حب في الحياة لا تؤذوني في عائشة إنه علشان محدش يقذر رسول ما يجيش جنب السيدة عائشة وبالتالي هو بيعلي قيمة مراته بيعلي أهميتها كم راجل مصري بيقول كده لو عايز ما تزعنيش ما تجيش جنب مراتي كم راجل مصري بيقولها مش كتير أنا عارفة إنه مش كتير لكن عندي أمل بعد الحلقة دي وبعد المبادرة دي إن شاء الله إن الرجال المصريين يعني مش أنتم بتقولوا ولا أنا في رسول الله أصفة الحسنة طيب ما تاخذ من رسول الله على الصلاة والسلام علاقته بمراتاته تواضعه يعني لما قال رفقا بالقوارير لما قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم وده كان عنوان مقالة أنا كتبتها قبل كده على المواقع الإلكترونية كانت بهذا العنوان كنت بتكلم على إنه اللي بيكرم السيدة هو كريم والذي يهنها هو لئيم فكل بنت معنا تصال سمر ألو ألو أيوة فضلي يا سمر أنا إسمي شمسم السمر سمسم شمس أيوة أهلا وسلم بك يا شمس أنا بسلمشة عشان أنا برضو متجوازة بس حاجة أطع ألو شمس معنا ولا زي أول اتصال أطع معنا يا شمس فضلي طيب معنا عمر آه يا فندم آه سأل خير يا عمر آه مرحب يا فندم اتفضل يا عمر اتفضل آه المرأة المصرية بقولها كل سنة أنت هي طيبة شكرا يا عمر أول اتصال أهو من رجل بيقول مرأة مصرية كل سنة أنت هي طيبة شكرا يا عمر واشكولك جدا هلو معنا عمر لسا كان لها دورت في 30 يوليو قرصة طيب لا أنت يا عمر الست في حياتك بقى يعني مين أكتر واحد تحب تقوله نهاردة كل سنة أنت هي طيبة مراتك والدتك بنتك أختك مين صراحة مش متجاوزة فأقول لكي ست المصرقة اللي سنة أنت هي طيبة أيوة وأنا بلع شوف لا أكتر أتنجل مني أنا واشجع شكرا يا عمر شكرا لك يا عمر مرسي يا عمر فبقول أنه الست المصرية لما حد يهينك أو يقولك حاجة قول له على فكرة وده الحقيقة حيبقى رد منك قوي جدا كأنك يعني دتينه ألم على وشه كده ولو على فكرة رسول عليه الصلاة والسلام قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم فهو حيبقى عارف نفسه اللي بيكرم الست هو كريم والذي يهنها ويقلل من قدرها فهو لئيم الحقيقة عايزين بقى نتكلم على مصر يا جماعة ولادة ومصر فيها شخصيات ستات يعني مميت راجل لو مقرجنا الجميع سيد محمد بس ينزلنا صورة السيدات المصريات صورة حلوة قوي الحقيقة لقيتها موجودة على الانترنت فيها يمكن تقريبا عشرين صورة لبعض نماذج من السيدات هي دي الصورة دي فيها ستات الحقيقة أقوية ستات بايونير زي بيقولوا كستات يعني رائدات في مجالهم طب أنا هتكلم على مين ولا على مين هندي بس أمثلة من بعض السيدات سميرة موسى وهي كانت أول علمة مصرية في التاقة الظرية عندنا مفيدة عبد الرحمن أول محامية مصرية الأميرة فاطمة اسمعيل اللي هو بيسموها رعية العلم وهي دي اللي اتبرعت بجزء من الأرض إلى جامعة القاهرة يعني اللي بنى جامعة القاهرة أو اللي إدى الأرض لجامعة القاهرة واحد سيدة اللي تعلم عليها ملايين الملايين مش بس من مصر من كافة أنحاء الوطن العربي عندنا كمان السيدة روزا اليوسف وهي سيدة هي اللي أنشأت مجلة روزا اليوسف الحقيقة بالرغم من كان عندها موارد اقتصادية محدودة جدا ولكنها أنشأت مجلة ثقافية وكانت مرهمة لكثير من السيدات باعتباري بقى طبيبة عندنا حاجة طبيبة مصرية أول طبيبة مصرية واسمها هيلانا سيداروس دي أول طبيبة مصرية عندنا الحقيقة نماذج هقول مين ولا مين هقول أم كلثوم مثلاً اللي هي تربعت على عرش الغناء في العالم كله هتكلم على الحقيقة عندنا مش بس نماذج قديمة عندنا كمان نماذج حديثة عندنا الحقيقة لو مخرجنا يطلعنا صورة الوزيرات احنا عندنا يا جماعة ما شاء الله وزيرات في الوزارة بتاعتنا وحكومتنا عندنا وزيرات في التضامن الاجتماعي وفي الصحة وفي الخارجية وفي السياحة والتخطيط وفي الثقافة ما شاء الله السيدات بتبوقنا مناصب جميلة جداً في كل الحتة السيدة أثبتت جدارة السيدة المصرية أثبتت جدارة وتفوق ونجاح في أي منصب تتحط فيه فأنا الحقيقة فخورة جداً بهؤلاء الوزيرات فخورة جداً بكل السيدات من أول ملكة حتشبسوت اللي هي يعني الملكة بتاعتنا معنا تصلت تليفوني ألو سهيرت فضالي أهلاً بيك يا سهيرت فضالي بأتكلم بك بأتكلم السيدة بكتورة عن حالتي أنا متجوزة أيوة بس متجوزة ومخلفة بس كنت يعني حد دلوقتي براعة سياسينة معايا أيوة وبعابلها زي بنتي بس مش لاجي المقابل لان من الأسرة ولا من ولا الشاب أنا بسرحة بردية وبعلمها ومعتبرها زي بنتي بس كده كل الماض بس أعرف وديو حتثني بأن أنا يعني بديك تاقة سلبية مش عارفة أيش جوزك بيديك تاقة سلبية ألو ألو يعني أيوة ولي حوالي يعني ولي حوالي بس يا سهير نصيحتي ليكي ملكيش دعو بكلام حد السعادة بتنبع من جوانا يا جماعة يعني ما حدش ينتظر إن حد غيره يسعده زي ما قلنا اتعلمي وتكلمي السعادة والن الواحد دي قدر يسعد نفسه ده حاجة تنبع من داخلنا ما تنتظريش الآخرين هم اللي يدوكي السعادة لا أنت حاولي تتعادي نفسك وطالما أنت مقتنعة باللي بتعمليه خليكي وثقة من نفسك أهم حاجة أنت من رعاية ربنا وبالتالي ربنا حيوفقك إن شاء الله بإذن الله وحيكبر بخطرك دايما نقول للستات يا جماعة ما ترغنوش سعادتكو بإنسان أو بموقف لا الحقيقة استعادة في الأول وفي الآخر تيجي من جواكي أنت تيجي من ألو معنا مين شامس فضالي أهلا بك يا شامس فضالي أنا متجوزة بس مش مرتاحة سلبية أنا متجوزة إيه اللي بيحتل فيكي يا شامس جوزي مش مهتمي بيا أمه لما بتقولي حاجة علي أنهو بيشددها آه حاول يا شامس تعوتي معاه وتتكلمي معاه بالراحة اللي دي صالت قطع بص يا شامس نصيحتي ليكي أن أنت برضو تحاولي هنقول إيه نسايس الزجنة يعني حاول تسايسي جوزك تفاهميه مرة واثنين وثلاثة أنه ده بيديئك وأنه مش كل حاجة يصدقها عليكي الحقيقة متهيقلي مرة في مرة ممكن يحصل يعني يبقى عنده إيجابي من ناحيتك وأنه هو يبتدي يصدقك أنت معانا ممحمد فضل يا ممحمد قالو ممحمد أيض فضل يا ممحمد شكرا يا ممحمد أنت طيبة قالو يا ممحمد أيوة أسمعكي تحب تقولي النهارد تحب تسمعي إيه من جوزك أو من ولادك إيه أكتر جملة عايزة تسمعيها كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة عايزة حاجة منهم عايزة حاجة من محمد أقول كلمة شكرا دي كفاية هون يعني كلمة كل سنة طيبة وشكرا دي كفاية عليك أه وإخواتي أنا أتغل مني مربيها وكلهم برضو أتدران أمهم يعني كبيرة ما شاء الله يا ممحمد كل سنة طيبة يا ممحمد وشكرا على دورك الجميل مع عيلتك شكرا كل سنة طيبة كل سنة طيبة يا ممحمد طيب الحقيقة إحنا دايما بنقول إنه زي ما قلنا إحنا مصر ولادة من أول حشبسوت لغاية النهاردة ولادة بستاتها ستات نجاحات في جميع المجالات أنا الحقيقة عايزة أقول من هنا يمكن التسليط الدوق بيكون على الممثلات واللي هما النجوم أنا عايزة أقول الحقيقة إن في جماعتنا المصرية في كمية أسادة وأنا باعتباري أستاذة جامعية زي ما قلت بنتمي القصر العيني أنا عايزة أسلط الدوق على دور أسادة الجامعة يا جماعة ست الجامعة دول في منهم نجوم نجوم بمعنى إن هما بيأسروا في اللي حواليهم بيأسروا في الشباب اللي هما الأجال هما بيدرسوا لهم فأنا من هنا بقول تاني برجع تاني أوجه كل شكري وتقديري لكل سيدة مصرية أصيلة جدعة ولكن أكتر من كده بوجه شكري بالأخص إلى أسادة الجامعات اللي ساعات الناس بتنساهم في وسط الزيتة والهيصة وإن إحنا دايما بنمشي وراء الحاجات النجوم وقصص النجوم ولكن يا جماعة الجامعة مليانة بأسازة من الجامعات الحقيقة قادرات ومحترمات وبيبذلوا مجهود خرافي مع طلابهم وهم نجوم الحقيقة في وسط طلابهم يعني أسازة الجامعيين يا جماعة للي ما يعرفش هم نجوم في وسط طلابهم وأنا بأفخر مع أنا حمزة أم حمزة فضل يا محمزة أيوة أنا بيك يا محمزة كل سنة وأنت طيبة الله يخليك فضل يا محمزة أنا عايزة أتكلم عن النجوتي يعني تتوز علي وكده أيوة وأنا بصراحة ربنا يعني كذا مرة ترب منه الطلاق والانتصال هو مش رادي بس أنا نفسيتي معاه مش مزبطة خالص ومش عايزة أكمل معاه حتى نفسيتي مع البيت والعيال ما يعلم بها الله ربنا مش عارف أعمل إيه وكل ما أتكلم حد يقولي استحملي عشان عيالك 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 طيب ممكن أعرف وأنا في الآخر مش لقيالي مارسة طيب ممكن أعرف يعني يا محمزة هو بيعمل فيك إيه بالضبط يعني نوع هل مثلا بيمارس عنف عليكي هل بيدايق بكلام آه ساعات أيوة ساعات بيدربني لذا مثلا قل له طلقني أنا مش عايزك أو يقول لي كلمة مشكوية لأن أنا في الفترة دي بصراحة ربنا أقل كلمة بيقول هاني مش مستحملها أقل زعيق مش مستحملها أقل مثلا فعل كده جدايقني مش مستحملها مزي الأول كنت بس كتواجي على نفسي وعلى نفسيتي أنت متعلمة يا محمزة متعلمة أيوة معايا معاهد معاهد تجاري اشتغلت آه اشتغلت في فترة كبيرة قبل ما تجوز طيب بصور قعدني ما كنا مكتوب كتابنا وبعد كده اتجوزنا من ساعة ما تجوزني ما اشتغلتيش لا طيب أنت فكرت يا محمزة تعال هفكر معاكي كده أنت فكرت لو أنت تبتي جوزك هتعملي إيه هتطريفي منين والله أنا مش مش مفكرة زي لأن أنا مش مش عايزة عايش معي لا بص يا محمزة الحقيقة هي دي المبادرة بقى إنه قبل قرارة الطلاق طيب أنت هتصرفي منين على عيالك وعلى نفسك هل أنت تقدري ترجعي شغلك تاني تقدري تقامني متقبل عيالك شغلي ده من عشرين سنة أنا بقى تجوزة بقى ليه دلوقت اتنين وعشرين سنة بص يا محمزة في كمية مشاريع الستات ممكن تعملها من البيت زي مشاريع الأكل زي مشاريع التطريز والتفصيل مش بيرضى مش بيرضى معني أنا كنت فان بدأت مشروع زي كده لو بتاع الأكل ده ممكن يرضى مفتني عزقني هو أنا منقصك حاجة هو أنا عمل قلت له لأ دي حاجة ليه أنا نعلي قبر وخلاص بقى اعتمدوا على نفسهم بالزبط فأنا قدأ أعمل لحسن أنا خلاص بقى اتفاضية غير الأول كانت العيال العيال والبيت والعيال والبيت والعيال دلوقت أنا بقيت فاضية كتير ما لا مايرضاش ويتصل بقى أنت موجودة في البيت يتسأل علي هو يا نزلت يا طلعت يعني هو بيشوكي فيكي ساعات هل أنت بتعملي حاجة أو بقاليكي أسلوب معين بتخليه هو يشوكي فيكي يعني خليني أنا الجانب الآيه التاني أنا راحة من ساعت ما هو ما اتجوز وأنا مفرق خالص سراح هو اتجوز عليكي هو اتجوز طيب يعني أنا نصيحتي لك يا محمزة أنه طبعا قبل ما تفكري في الطلاق أو لو اتطلقتي يبقى لازم تكوني عندك بديل تقدري يعني ما تخليهوش هو أو تعتمدي عليه يعني بقدر الإمكاني تعرفي تشتغلي حاجة اتجع مني شغل الأكل تاني عشان تعرفي يصرفي على نفسك وعلى ولادك وربنا معيكي إن شاء الله بإذن الله وهو ده يا جماعة نموذج من السيدات المصريات اللي هم ده اللي بقوله بقى لهم عشرين سنة اشتغلت ويا قبل الجواز وبعد ما اتجوزت بطالة شغل وبعدين جزها اتجوز عليها وده على فكرة يا جماعة قصة متكررة جدا في المجتمع المصري للأسف الشديد وعشان كده بقول لكل ست بعد الجواز ما تتنازليش عن شغلك شغلك أمان زي الجواز بالضبط الجواز مش هو يا جماعة ده بقى للناس المقبلة على الزواج والبنات والشابات الزواج مش هو مآخر همك ولا هو هدفك في الحياة طبعا نتجوز حاجة مهمة وان الانسان بيكمل جزء مهم في حياته عشان يجيب أطفال ولكن أولا ما نستعجلش نختار صح نختار الشخص المناسب لنا وبعدين لو أنا معي شغل او بشتغل ايه المانع ان انا وكون يعني ايرى الجوزي كده اب ما تجوزه ان انا هكمل شغل علشان أولا اقتصادنا وحش وعلشان انا لما اشتغل حضر اجيد فلوس اصرف اكتر على أولادي خلاص وان انا احسن احاول احسن مستقبلهم المادي وانا كمان يبقى عندي ضمان لو جوزي سابني يبقى فيه فرصة ان انا اشتغل حاجة تانية وانا اقدر ان انا اغطي بيه احتياجاتي المادية ما اضطرش ان انا اقعد مع جوزي علشان خاطر الفلوس انا ازايك الله يخليك الحمد لله كل رسالة طيبة يا اماني مرسي وانت طيبة حضراتك اماني من فضلك وات التلفزيون شوية واسمعيني من التليفون اتفضلي انا حضراتك انا مش معديش اي حاجة بس انا وحضراتك بحبك اول ودايما بطابعك مرسي يا حبيبتي جدا وانتي اسمك اماني فطبيعيا احنا سنينة حنحبه بعض مرسي يا حبيبتي كل سنة وان طيبة انتي عندي كم سنة يا اماني انا عندي 22 سنة طيب انتي متعلمة اه متعلمة معي سنة وعام بس بعدها انا اتزوج وقعدت طبعا في بيت العيلة وطبعا في بيت العيلة كان كله مشاكل بس دلوقتي الحمد لله الحمد لله ربنا قرمني وبيت الواحدي والحمد لله ماشاء الله طيب قولي يا اماني ما تفكرش تشتغلي لا طبعا ما تفكرش تشتغل لاني انا جوزي مكفيني والحمد لله يعني مش منقطنا اي حاجة بس يعني ايه احنا بقرياتي وكده ما فيش يعني انت كاي شغل وكده طيب يعني طبعا بتمنالك كل التوفيق والنجاح وطالما انتي مفسوطة مع الجوزك وردين ما شاء الله ربنا دي ما عليكو نعمة وتكملوا مع بعض على كل خير ولكن برضو نصيحتي ليكي انه ايه المانع ان انا ممكن اشتغل حتى لو من البيت يا جماعة انا عارفة ان فيه ازواق كتير في بعض الطبقات الاجتماعية متوفقش انستات ينزلوا ولكن فيه يا جماعة دلوقتي مشاريع من البيت زي يقولنا مشاريع الاكل مشاريع التفصيل التطريز يعني انه حاجات يدوية ويتم تسويقها فيه المعارض في النوادي ومراكد الشباب ايه المانع يا جماعة ايه المانع ان انا اقعد بيتي اعمل حاجة وتتباع تجيب لي فلوس يعني ايه المشكلة في كده اعتقد ان اي زوج لو مراته حتى لو هو مش موافق ان مراته تقرج العمل خارج البيت لو هي اشتغلت من البيت وتصلت بحد يحاول يسوق لها منتجتها ايه المانع انا دايما بقول الستات الحقيقة دي مهمة جدا بالنسبالي انه الشغل ده ضمان زي ما قلنا ضمان امان لمستقبلك حتى لو جوزك ما شاء الله كويس معاك ومتقي ربنا فيك ومكفيك ولكن الشغل دي حاجة بتضفلك انتي بتضفلك انتي على المستوى الانساني كسيدة وكامرأة مش لازم بس نكون طبعا مع احترامي لكل ربات البيوت انا بحترم جدا كل الناس الستاتة اللي بيحترموا يعني رأى جوازتهم وبيكتفوا ان هما بيربوا ولادهم في البيت ولكن الحقيقة يعني بحترم اكتر السيدة اللي بتعرف تشتغل وفي نفس الوقت ربي ولادها وعندنا نماذج في المجتمع كتير جدا اللي قدرت تعرف تعمل توازم بين بيتها وبين اولادها عندنا زي ما اتكلمت قبل كده على اساس الجامعة دول يا جماعة ستات فضليات معهم ماجستين ودكتوراء وبرضو عندهم عائلات محترمات وعرفوا رب ولادهم كويس جدا ولادهم ما شاء الله في مراكز تعليمية حلوة جدا فانا بقول بس ان احنا يعني السيدة المصرية دي جميلة وقصيلة لكن افضل انها تشتغل وانها تتعلم علشان في الاول وفي الاخر هو ده يكون ضمانها طبعا بعد الله سبحانه وتعالى وزوج صالح يكون كمان معها ضمانة لمستقبلها الحقيقة برضو عايز اتكلم معاك وعلى يعني دايما كده اقول في اشعار حلوة قوي موجودة اتقالت على الستات يعني الحقيقة عجبتني منها جملة عبارة نظار قباني ان المرأة تريد ان تعيش في ظل رجل وليس في ظل رجل ظل ظل راجل يعني حمنا بالعربي كده ان المرأة بتعيش في ظل رجل ظل رجل وليس في ظل رجل يعني تعيش في ظل راجل قوي ومتقي ربنا فيها مش في ظله مش يزلها ويهنها ويهن كرمتها والحقيقة النهاردة ودي فرصة جميلة قوي ان انا حوريكم او حقولكم نموذج من استاذة لي الحقيقة هي استاذة دكتورة هودا الغامري متهيالي بتفرج عليها دلوقتي وانا قلتني عمريك مفاجأة النهاردة في الحلقة ان الحقيقة هي بتكتب اشعار جميلة قوي تحت عنوان غمريات هي استاذتي في الطب الشرعي وامي الثانية والحقيقة انا يعني بحبها جدا وهي عارفة انا بحبها قد ايه ولكن هي كتبها الحقيقة جملة حلوة قوي او شعر حلوة قوي على المرأة هقولهلكو حانا مخرجنا الجميع نزلهون على الشاشة ايوة دقيقة واحدة الحقيقة هي كتبت شعر بهذه المناسبة بمناسبة الاحتفال ايوة ايوة يا سلام مخرجنا بيقولها هو الوصد جمال اللي بيقولها غمريات بتقول ايه استاذتي وامي الثانية دكتورة هودا الغمري يعانى الاحتفال بيوم المرأة المصرية بتقول يا رب بكون بقولها صح الاولى والتانية هي والتالتة والربعة برضو كمان هي الام واخية والزوجة وبنية رحمة وحنية وسند وامنية وكل دول هي في الشدة دقوية في الليل مضوية عيشة ومرضية ولبكرة اغنية وكل دول هي رمز لتضحية توقم لحنية والناس بدرية لماحة وبهية الام واخية والزوجة وبنية الاولى والتانية والتالتة والربعة هي الحقيقة انا بشكرها جدا على الشعر الجميل ده بس كان عندي عايز تقالها سؤال كده بيني وبينها انت اصدك ايه على الاولى والتانية والتالتة والربعة اصدك على اربع زوجات ولا اصدك على ايه يعني يعني recognizing يا ده سؤال ليك انت هي عارف بل كيف منه اجابتك بيني وبينك بس الاولى والتانية والتالتة والربعة اصدك بينها ايه مرة تانية بشكر أستاذي الجميلة دكتورة هودا الغامري على الأشعار الحلوة اللي هي معانا أماني رجع التاني أهلا بيك يا أماني تفضلي بقصة حضرتك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مش ضد حكاية الشغل مش ضد حكاية الشغل حضرتك بس أنا يعني إيه أنا بقول لحضرتك إن جوزي مكافين وخده بس أنا في ضمير إن أنا ممكن أشتغل وحتى لو في البيت وأنا فكرت أكتر من مرة إن أنا أعمل أكل في البيت وأنا أطلع يعني أنا أصلا يعني بها رفق بالكويس وعلى السوشيال ميديا ممكن إيه برافو عليك يعني ومشوره كده أيوة أنا جربت أعمل كده بس حضرتك يعني إيه أنت لما حضرتك بتقولي إنني أنا مش ضد الشغل ولا حاجة والله هي حاجة كويسة جدا يعني أنا بانضحك يا أماني أنا مجرد أنا بديكي نصيحة وإنتي في الأور وفي الآخر إنتي سحبت القرار يا والله حضرتك أنا بحبك قوي جدا حبيبتي ربنا شديد شكرا يا أماني يا حبيبتي أنك تدائي رسمه باقي لا لا أنا ما تدائيتش خالص بالعكس أنا فرحانة بيكي جدا أولا عشان اسمك أماني وأنا عارفة أن كل اللي أنا متحيزة لكل اللي اسمه أماني شاطرين ما شاء الله وبيعرف أعمله كل حاجة لكن أنا علشان حبيبتي مستقبلك أنا دايما بصة لبعيد أنا فكرت في أكتر من فكرة كذا مرة بس يعني لما باجي يعني أتكلم معهوزي وكذا هو مش بيرضم مش بيوافق يعني عشان إحنا في أرياض وكذا فهو مش بيوافق على الحاجات دي إنما أنا حضرتك والله يعني أنا مش جد الشغل خالص لا إن شاء الله أنا يعني بحيي الناس اللي بتشتغل في البيت وبتسع حتى أيوة مش بتخرج حتى بالزبط كذا أنا عارفة أنت مني أماني أنا يعني أنا بشكر حضرتك وبقول حضرتك يا رب ما تكونيش اتضايقتي لا يا حبيبتي خالص لا لا ده أنا حبيبتي هدفي هو المصلحة العامة أنا بشكرك جدا مرة تانية على اهتمامك بزحلي أنا بشكرك جدا يا حبيبتي مرة تانية على أن أنت تصلتي علشان مخصوصها أنا أكون اتضايقتي خالص هي الفكرة كلها أنه أنا بقول أنه أنا بستخسر ستة المصرية صلى شطرة جدا ما شاء الله وبتعرف تعمل كذا حاجة فأنا بستخسر ستة المصرية في أنها بس تبقى دورها قاصر على كونها زوجة وأم ولو أن أنا طبعا بشوف أن دي أعلى تكريم من ربنا أن ستة تكون زوجة وأم ولكن أنا بقول يا ريت يعني إحنا بنشجع دي يا جماعة مبادرة مبادرة معناها أنه نفكر فيها ونحاول ننفذ منها دي مبادرة دي مبادرة علشان يعني بنحاول أن إحنا نساعد بعض أنا كمتخصصة في قضايا العنف الأسري وبستقبل حالات كتير على صفحتي وبسمع مستقبل كتير في مختلف الأماكن سواء كانت في النوادي أو في الندوات بتاعتي فأنا بلق لكم تجربة ناس بتقول يا ريتني كنت اتعلمت وكنت اشتغلت حاجة مست الشغلي لأنه في ستات الحقيقة بتسيب كده إيديها خالص لما تتجوز وبترهن عمرها كله على الجواز وطربية الأولاد وبعدين لما جوزها بتجبر في السن شوية وجوزها بيتجوز عليها ترجع تزعل وتقول يا ريتني أنا كنت اشتغلت أنا ضيعت عمري كله فأنا بقول للستات يعني عشان كلنا ما نمرش بهذه التجربة خلي عندك شغل تاني خلي عندك كارير بسموها كده كارير أو مستقبل موازي علشان لو بعد الشر في يوم الأيام معنا يا سمين صال تليفوني ألو سلام عليكم عليكم السلام زيك يا سمين الحمد لله اتفدأ لي عندك كم سنة يا سمين عشر سنين ما شاء الله ده إيه ده انت أصغر متصلة عندي يا سمين إزايك كرسون طيبة يا سمين إزاي دايبة عارفة بقول كرسون طيبة ليه عشان النهاردة اللي احتفال بيوم المرأة المصرية الست المصرية وانت بنت مصرية جميلة أنا متأكدة وحتبقي شابة أجمل ماذا طيب يا سمين حبة تتعلمي وتشتغلي ولا لأ محب عايز تتعلمي وتشتغلي لما تكبري ان شاء الله تحقق كل نفسك فيه شكرا يا ياسمين على تصالك شكرا يا حبيب شكرا ياسمين أصغر متصلة عندها عشر سنين كل سنة طيبة يا سمين كل سنة طيبة لأي بنتي واللارة بنتي الصغيرة كل سنة طيبة لكل الأطفال البنات الحلوين الصغيرين أطفال صحابي وأصدقائي كل سنة وكل ست مصرية طيبة وشطرة ومتفوقة وبتحقق نفسها وذاتها وبرضو بتتجوز وتخلي فولاد حلوين وأسوياء والحقيقة ما بتتقبلش على نفسها أي أنواع العنف وبتحفظ على كرامتها وبتتعلم كويس إن شاء الله زي ما قلنا في المبادرة هي القراءة والكتابة ابتدي بالقراءة والكتابة ليه؟ علشان محدش يضحك عليكي طبعا يعني نهاردة مش عارفة أقول إيه في اليوم الجميل ده وأنا عارفة إن أجواء متوترة بسبب مرض الكورونا ولكن دي فرصة إن إحنا نوعي الناس كوني بقى طبيبة هنا حلعب بقى دور الطبيبة إن إحنا نوعي الناس بقدر الإمكان غسيل الإيدين كويس مياه والصابون معاكي المؤقم بتاعك الكحول الإيسيلي فوق 70% في شنطتك بقدر الإمكان نمنع البوس الأحضان متهيأة لي الحكومة عملت اللي عليها ودت أجازات للأمهاء للأولاد أتمنى إن الأمهات تقعد بولدها في البيت ولو حبوا يخرجوا في حتة مكشوفة open air زي بيقولوها كده في الشمس شوية ساعتين ثلاثة كده بس الولاد يلعبوا أهم حاجة يكون معنا المؤقم بتاعنا بقدر الإمكان من المس أسطح وإن شاء الله يعني ربنا يحفظ بلدنا أنا متأكدة تأكد تام إن إن شاء الله بإذن الله ربنا حارس هذه البلد وربنا حافظ هذه البلد إحنا بس ناخد احتياطاتنا واحترازنا مرة تانية بشكر كل الستات اللي يكلموني واللي كانوا عايزين يكلموني بشكر كل صديقاتي وأصدقائي ومتابعي صفحتي على الفيسبوك منتظر أرأكو في الحلقة وإن شاء الله بإذن الله على وعد إن شاء الله بلقاء في حلقات تانية حنتكلم فيها على مشاكل حياتنا وقضايا حياتنا بطريقة موسعة بس النهاردة كنت لازم ياجي حتى في عز الكورونا وأقول لكل ستة مصرية كل سنة وأنت طيبة وأنت جميلة وشطرة وفق رصنا وأتمنى من كل زوج وكل راجل وكل ابن وكل أخ يقدر أخته ومراته وزوجته وإن لها بس شكرا إحنا حسين بتعبك أشكركم على حسن مطبعتكم في انتظار أرأكم وأشوفكم على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة